وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أستاذ عصام أرحبك أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بأستاذ مشاهدين أستاذ عصام كما تبعنا الهيئة الوطنية للانتخابات شددت اليوم على إقامة الانتخابات الرئاسية وذلك تحت إشراف قضائي كامل وبمراقبين دوليين أيضا في رأيك كيف سيؤثر ذلك على سير الانتخابات الرئاسية المنتظرة والحقيقة كل المعايير اللي ذكرها النهاردة سيكون أحمد البنداري هي بتنبق عن أن العمليات الانتخابية زي ما هو قال بالضبط ستتم تبقى للمعايير القانونية والدكتورية والمعايير الدولية أيضا ونها ستم بمنتهى الشفافية والسماح لجميع منظمات المجتمع المدد اللي هتقدموا التسجل بالإضافة إلى وسائل الإعلام المصرية والأجنبية إنها تتابع هذه العمليات الانتخابية فطبعا ده قمة نقيس الشفافية والمتابعة الانتخابية هذا بيدي مؤشر جايد جدا على نزاعة العمليات الانتخابية وهذه طبعا أسخاء حضرتك ده انتخابات رئيس جمهورية مصر العربية مصر العظيمة مصر التاريخة فرئيسها لابد طبعا أن تكون العمليات الانتخابية بهذه القيمة وهذا القدر نعم أستاذ عصام نتحدث أيضا عن الوعي بأهمية المشاركة السياسية يعني دور الأحزاب وثياتك رئيس حزب المصريين الأحرار في زيادة التوعية بالمشاركة السياسية وأهميتها في هذا الاستحقاق الرئاسي القادم الحقيقة هو الاستحقاق أقول أنه ماجب وطني على كل مصر لأنه في المقام الأول رئيس مصر هو واجهة مصر وهو من يمثل المواطن المصري الأصير فلابد أن يكون يحرص على المشاركة ويبد أن يحرص على الاختيار الجيد وهو بيصوت لا نقصده كمال حزب لأن إحنا كحزب إحنا أول حزب يمكن وإن 3 يوليو أعلمنا أن فخامة برسها فتاح السيس هو مرشح وإنجلنا بنستطلع وبنتكلم مع الناس في الشارع وهنا رد على سؤال حضرتك كحزاب سياسية لازم ننزل بكل طبعا حزب يعني يدلو بدلو يؤيد من يؤيده دي قمة الديمقراطية وده اللي احنا بتأمل به في جمهورية جديدة لكن كلنا سواء كان مؤيد لمرشح ما أو آخر لازم يبقى الهدف الرئيسي بتاعنا على أن احنا نحس المواطن وانعرفه بالقيمة وأهمية أن يكون بيشارك في الانتخابات دي وانيويد اللي بيصوته فيه نعم نقطة مهمة وحيوية جدا لتكملة العرص الديمقراطي الكامل في العملية الانتخابات نعم وماذا عن خطتكم بعد أن تحدد موعيد الانتخابات كما ذكرنا منذ قليل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري كيف سيتم تكثيف التوعية للناخبين بجوانب العملية الانتخابية خاصة ربما في المحافظات القرى النجوع ليس على مستوى القهرة الكبرى فقط الحقيقة هذه احنا ابتدنا ولما ابتدنا حتى كمان بداية أول شرارة الحملة التبديلين عملناها في عروس الصعيد أو في عاصمة الصعيد في محافظة أسيول ومستمرين لأن العملية الانتخابية وعملية الاقتراع في المرحلة النهائية من الشغل الانتخابي فننزل شارع ونسمع عراء الناس ونشوف عراء الناس ونشوفوا انطبعاتهم يعني برضو بنساعد ونتنقش معاهم بكيفية أن أنا أختار المرشح بتاعي أنا أختار اللي أنا هسواطل بنعيا عن إيه هتبقى المقاييس إيه الكلام اللي بيتقال هل كلام قبل التطبيق ولا لأ علشان يكون الاختيار المواطن يبقى هو هو داخل بيختار بقناعة كم نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار كنت معنا عبر الهتف